السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير التعليم العالي لا توجد امتحانات اولاين الا في بعض الكليات طب يا طرى في ايه دكتور خادع بغفار طبعا من الناس اللي كله مستني قراراته هيعمل ايه هيعمل ايه فكان في بعض المدخلات الهاتفية قالك لا توجد امتحانات اولاين الا في بعض الكليات لن يتم اختصار المناهج والحضور للكليات اختياري لن يتم اختصار اي منهج كل طالب يتعرف على جدوى الامتحانات من خلال موقع كليته تعالي نتعرف مع بعض كده ايه القرار ده وزير التعليم العالي لا توجد امتحانات اولاين الا في بعض الكليات نركز الدكتور خادع بغفار ده وزير التعليم العالي قالك سيتم اعلان جدوى الامتحانات قبل يوم 27 فبراير وانه لا يوجد امتحانات اولاين الا في بعض الكليات واضاف في برنامج على مسئولاتي انه كل طالب سيتطلع على موقع الكلية الخاص به ليكون على علم بجلوة الامتحانات لافتا ان هناك انخفاض ملحوظ في صبات كورونا وفقا لما اعلانات وزارة الصحة وفي وقت سابق عقل دكتور طارق شوقي برضو مؤتمر صحفي وعرض فيه كل الحاجات دي اللي احنا نزلناها في موقع اجيال اندلس وطبيق اجيال اندلس وقرارات وزارة التربية التعليم استكمال الفاصل الدراسي الاول ولن يتم عقد امتحانات لازل الصفوف اللي هو رياض الاطفال حتى تالت ابتدائي لكن الصف الرابع اللي ابتدائي حتى تاني اعداري هيتم تأجيل جميع الامتحانات المواد الخارج المجموع نهاية العام الدراسي وعقد امتحان واحد تحرير الفاصل الدراسي الاول للمواد الاساسية اللي هي المواد داخل المجموع والحضور ليوم واحد بس بالاضافة لعقد اختبار شهري واحد لجميع المواد والحضور هيكون ليوم واحد ويتم أخذ متوسط درجات الثلاث اختبارات في نهاية فاصل دراسي التاني هنوافقكم بالأخبار أول بأول إن شاء الله في قناتكم قناة أجيال الدرس من خلال برنامج يحدث في التعليم للمداخلات الهاتفية والأراء وهنشوف النهاردة أراء أولي الأمور في الموضوع دي كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندرس في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضا لا تنسى دعمنا بلايك